نشعر بأنه هذه فرصة شفت بالتقرير أنه واحدة من البناتنا الطالبات تحدثت بأنه إحنا بحاجة إلى مواكبة أعتقد أيضا فرصة لكن في نفس الوقت تحدي هل الكل تقبل؟ هناك لو حضرتك تلاحظ كثير من البيانات اللي تصدر من الطلبة فيها رفض لي بوضوع التعليم الإلكتروني وهذا تحدي وتحدي حقيقي خلي نكون واقعين في هذه النقطة طبعا الاحتجاج قد يكون بعضها واقعي فيما يتعلق بالاتصالات والإنترنت والبنى التحتية المتعلقة في العراق بشكل كبير جدا لكن ربما تحدي آخر يتعلق بطبيعة المنهاج نحن موزار تربية شفت الجزء الأول تتعلق بجوانب نظرية ما هو مصير الجانب العملي التطبيقي كليات الهندسة مثلا والدكتور أحمد هو مهندس كيف ممكن أن نتعامل مع موضوع 50% نظري و50% عملي ترجمة نانسي قنقر